مرفان بقى او الرائحة اللي الست تحطها تلاتر اه هي بتقول حضرتك عشان برضو ايه انا حبيت اسألها معناها ايه يعني قلت لأ انا بحطها عشان ما تبقاش رحتي عرق بتحت وده طبعا بيبقى تحت البيضون فاماكن معينة بحيث رائحة العرق ما تطلعش فانا سألتها وبرضو عشان نحدد هل العتر طبعا المفحفح او انها تعدي على ناس فيشموا منها ريحة فضيعة دي ايه حرمنيتها وانها تعطر نفسها بحيث محدش يشمها غير اللي يحضنها او يسلم عليها او كده كلام رائع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جميل وان يحب الجمال وفي رواية صحيحة هتتفاجئ منها قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله نظيف يحب النظافة صوري الرواية دي عجباني اول نظيف يحب النظافة احنا يعني عايزين السيد تتمشي كده في الشارع يعني شكلها وحش ورحيتها وحشة طب اشمعنا انت يا رجالة وانا منكم ان احنا بنحط البرفان ونحط العطر ونحط المسك ويبقى الناس شمنة وانا على المنبر في الجامعة اخر واحد شهيب اتلا ايه المشكلة يعني هو قالك لا دا لما تتعطر الفهم الغلط وتمشي برا والناس يشموها فيا كده اعزكم الله يعني نوع من الزنا والعزو بالله زنا الانف اقول لا اخدوا بالكم الحديث النبي او يا جماعة عشان خاطر سيدنا النبي اخدوا بالكم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ايما امرأة تعطرت وخرجت فمرت على قوم مربط الفرس اللي جايه ليجدوا ريحها فهي ازانيه يعني هي حطة بيزنية ليجدوا ريحها يعني انا حطة كامرأة عشان الفت النظر انا حطة واحدة ستة حطة برفان عشان الناس تبصلها واحدة ستة حطة برفان عشان تلفت راجل معين نظر راجل معين او ماشي في مكان معين وحطة ريحها نفازة طبعا انا حطة ريحها نفازة ومش في دماغي ان الناس تلتفت اليه خلاص الامر طبيعي بقى الاعمال وانا اللي مسقوله الاعمال بايه يا ستات حط عطر زي ما انت عايزة وحط برفان زي ما انت عايزة الاعمال وبايه بالنيات بس بشرط ما يكونش عطر يسير الغرائز لان في عطر معين اعزكم الله لحرش في الدين بيبقى موضوع بيبقى ريحته يعني تصير حاجة معينة او تصير غريزة معينة طبعا انت مش حجم التعليقات اللي هجيلك على المقطع ده ده ما تيجي ما تيجي ايه المشكلة سنسأل بينادي الله شوف الحديث بوليه ليجدوا فمرت على قوم ليجدوا ريحها ليه اذا انت تفسير الحديث اه ان هي عايزة متعمدة تخلي حد تلفت نظر وفيشمها متعمدة انما هي بتعمل لنظفتها الشخصية دي هي كانت شاتمت عليها سنين يا فندم ده واجب عليها تعمل كده ده سنين ازاي اقول انه ان الواحد بيحط لنفسه طبعا انا عايزة اقول لحضرك يا فندم لو شوية ستات وواحد راجل حاطت ومر عليهم وقالوا الله ده حكم ايه شوف الراجل الشيك شوف التصوري لو هو في نيته كده هو زي المرأة برضه ياخد نفس الحكم فهي زانية لانه هو النية يعني واحد دلوقتي واحد راجل حاطت عطر معين وريح ما كان معين عايزة الفت نظر الستات فحاطت برفان ملفت للستات بامر معين برضه ياخد نفس الحكم يا فندم نفس الحكم واحنا ليه هنكلب مكيالين يبقى نحط نفسنا في الحديث انما الاعماله بايه بالنيات بالنيات طب هنخش في المكياش طيب اتفضلي اتفضل حضر نقول ايه بقى في المكياش معرفش انا بقول لحضراتكو تقولوا ايه يا فندم حكو حرم ولا حلل دي حاجة بتاكربنا بص يا فندم حلاله حلال المكياش حلاله حلال وحرامه حرام المهم ما يكونش فيه تغيير لخلق الله ما يكونش فيه تغيير لسوابة الوجه ما يكونش فيه خداع لأحد ما يكونش فيه شيء من الاشياء المصنوعة من اشياء محرمة بس وحط جميع انت عايزة ايه المشكلة في كده بقى عايزة اعرف ايه المشكلة في كده اهو المخرج قال لي فيه نموسة ارصاك ينغطيها في كل شيء يا جماعة الاعمال وبالنيات عجبت تضغطى يعني ما مرطيش ملاوي في كل شيء الاعمال وبالنيات ما يبقاش فيها تغيير لخلق الله ما يبقاش فيها شيء اعزاكم الله مصنوع من شيء غير غير حلال او شيء ناجس ما يبقاش فيها خداع او لافت نظر للناس خلاص برضو الاعمال بالنيات هو انا يعني الراجل اصرح شعري وزبط حالي وحط حاجات واقول للستي خلاص ماشي يعني شكل كويش خلاص ليه كده مليش دعوة حيك تحمل بقى ستين عائشة كانت تتعطر وسيدنا عمر لما جالوا العطر يا فندم المسك من بلده كان المسك بيجي مجمد فجات سيدنا عمر قال لها هل من احد يقسموا العطر تقسيم بما يرضي الله فجات زوجة سيدنا عمر عاتكة قالت له انا اقسم قال لها اما انت فلا قال لها قالت له ليه قال حتى تقسمين فتصابوا يديك من العطر فيشمها عمر فاكونوا قد اخذتوا من بيت مال المسلمين ما لا يحلوا لي يبقى هي كانت بتحط هطر مرات سيدنا عمر بس هو منحها في اللقطة دي عشان هتاخد حاجة مش ايه جاية لبيت المال لبيت المال هتوزع المسلمين فعلها لا خلي حد غيرك يقسم عشان ما يبقاش فيه مش العلة في الريحة العلة في انها تاخد منها من الحاجة اللي متوزع لكل الناس شوف الدقة عن سيدنا عمر وشوف الخوف من مال المسلمين سيدنا عمر ليشموها عمر فيكون قد اخذها من بيت انت حدك عايزة ايه من النهاردة دعيهن ما انا عايزة اعرف بس اصلا الناس بتتهمني ان احنا مثلا ممكن نكون بنضغط على الشيخ يقولوا حاجات لهوانا طب وهو يعني هو هيروحوا جهنم عشان خطر مين يعني مين يعني بيعمل لي مين ايه او مثلا انه الفهم حضرتك فهم اللي هو انه الست دي ما لا ينفع تبقى شكلها ايه هو كده هو كده واذا يعني قالت اي حاجة خرج عن اللي بيتقال طول العمر يبقى دي قاسمة وحتطره جهنم لما النبي قال للراجل اللي خطب واحدة قال له انظر اليها فلعله احرى ان يؤدما بينكما بصت لها كويس وخدت بالك منها كويس عشان لما تتجوز ما تندمش على ان انت اخترت اختيار الموفق ده كلام الرسول عليه افضل كلام سيدنا النبي طيب هل لو الراجل ده ما تجوزش الست دي مش وارد انه هو ما تجيبوش ويمشي الاسلام عمل فقرة او فترة قبل الزواج اسمها الخطبة طيب ليه بقى عشان انا اكتشف خطبتي وخطبتي اكتشفني عشان لو اكتشفنا حاجة غلط نسيب بعض من بره بره يا دار ما دخلك شر طيب يعني حق ليه ان انا سيبها وحق ليه ان اتسيبني ايه الغم اللي احنا عايشين فيه ده المضوع ابسط بالكثير والناس الكئيبة اللي عايزة اتموت الناس ليه ليه ويقولك ده فسخ الخطبة ده سابتني ومشي الطلامة عندها مبرر او هو عنده مبرر خلاص نس